السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا نسلم بحضراتكم فيديو جديد من سلسلة تحليل الإحصائي باستخدام برنامج الـ SPSS اليوم هنتحدث عن موضوع الـ Data Transformation نحن نطل اليوم مثال على موضوع الـ Weight والـ Height وشو نحولها إلى الـ BMI طبعا هنا عدنا الـ Height بالـ Centimeter ونحن لازم نكون عدنا شنو يكون عدنا بالمتر فلذلك نروح على Transform ونختار الـ Compute Variables ندخل مالتنا الـ Height هو الـ Target ونقسمه على مية جدا سهل وهنا نسميه مثلاً اللي هو الـ Height 2 ونقول له أوكي طبعا هنا ما يقبل ليش لأن أكو مسافة بين الـ 2 و بين الـ Height نقول له أوكي صار عدنا الآن هو الـ Height الجديد تلاحظون تحول منه الـ Centimeter إلى المتر الآن الشون نسوي معادلة الـ BMI أيضاً نروح على الـ Compute Variables هنا نختار BMI طبعا نسوي Reset هنا نختار BMI اللي هو الجديدة الـ BMI شنو ماتها المعادلة؟ المعادلة هي الـ Weight يقسم على الـ Height الجديد لكن شنو يكون تربيع؟ المعادلة هو الوزن على الطول بالمتر تربيع فنلاحظ الآن حسبنا الـ BMI لكن هنا الـ BMI طلع عندي طلع عندي Continuous أنا أردح حوله إلى Categories أردح حوله إلى Underweight Normal Weight Overweight والـ Obese شنو أسوي؟ أروح إلى Transform Recode into Different Variables أحط ماتي الـ BMI وأكتب مثلاً New BMI كمثال يعني هنا أسمي New BMI وأقول لـ Change أروح على الـ Old and New Values هنا أنا أحط الـ Range ماتي اللي هو مثلاً نص صفر إلى إذن قد إحنا عدنا الـ 18.5 اللي هما الـ Underweight بعدين عندي من الـ 18.5 إلى الـ 24.99 ذونا الـ Normal أطيهم 2 وعندي من الـ 25 إلى الـ 29.99 اللي هما الـ Overweight وآخر واحد أختار اللي هما الأكثر من 30 اللي هما الـ Obese أطي أربعة وأقول لـ Continue أقول لـ OK الآن نلاحظ أنه حولهم من رقم إلى Categories أريد أتأكد أروح للـ Descriptive Frequency أحط الـ BMI لـ New وتلاحظ أنه تحولت طبعاً ما عندنا واحد أقل من 18.5 ما عندنا Underweight الأغلبية هما Normal وعندنا Overweight وعندنا الـ Obese طبعاً هاي Data هي مجرد إنه مثال Data صغيرة وليس Data كبيرة فمن خلالها نقدر إنه لاحظتوا إنه حولنا Weight والHeight إلى BMI الـ BMI أول شي كان كرقم حولناه من رقم إلى Categories إلى فئات فهي جداً تفيدنا بموضوع التحليل الإحصائي